اشتركوا في القناة 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 كل ده لسه الدنيا مش واضح احنا عايزين نعرف هي هنعرف الكلام ده لما نشوف حاجة اسمها السينوسايد واحدة بناء الليفر اسمها السينوسايد وشكلها شكلها سوداسي جواها البين اللي بياخد بعد ما البلوغ يبقى لضف يتنضف البلوغ جوا السينوسايد ويطلع من حاجة اسمها السينترال فينيون لكن البلوغ بيدخل منين؟ بيدخل فروم اوتسايد من كم مصدر؟ مصدرين ايه هما؟ الهباتيك ارتري والبورتال فين يبقى البلوغ بيجي منبره ده مهم اول البلوغ بيجي منبره الجوا فروم ده هباتيك ارتري وفروم ده بورتال فين كوزا سنترال فينيون وهو ماشي كده في النص هنا بيبقى بروسيسك بيتنضف بيتشال منو توكسين وبيتحط له المواد البنيفشي اللي احنا مكتكين نحطها this is the direction of blood flow فروم ده هباتيك ارتري فروم ده بورتال فين توزا سنترال فينيون توزا سنترال فينيون فروم ده هباتيك ارتري فروم ده بورتال فيتوزا سنترال فينيون وبالتالي اتجاه الدم تبقى فيه هذا الاتجام بالشكل ده مهم جدا تكونوا عامفين انه لو اي فيبروزيس حصل هنا و البلطفلو بقى انترابتت حتى لو الخلايا موجودة الليبر مش هجابة حتى لو الخلايا عددها زاد الليبر مش هجابة وكل ده معتقد على وجود بيزمنت همبرين رفيع جدا هنا الخلايا مصصة عليها فلو البيزمنت همبرين ده تلقبت البلطفلو ده تلقبت مهما كان عدد خلايا الليبر تكون متوارك لان الليبر عبارة عم شارع زد تجاهين اتجاه البلط داخل لجوه والبايل خارج لبرا وبالتالي فهو دايما منصق زي شوارع زاد اتجاهين اي انترابشن في السايموسويدلشي وفي البيزمنت مبرين يخلي كل الراسة جيدة اتلقبت الليبر سيلز بريزمت وبالتالي الليبر عمور ما يشكلتك كلام ده صعب التالي الكلام ده سهل جدا واصبح واضح كيه ده نيب كلكم انه الليبر ما يقدرش يجورد من جان ما يكون شكله سجاسي عشان البلطفلو يمشي في اتجاه والبايل يمشي في اتجاه المزنع لليبر فاليا ان الخلايا مش موجودة ممكن تكون الخلايا موجودة بكي نوتورك نوتورك ليه؟ لان البلطفلو حواليها مش ماشي البلطفلو حواليها مش ماشي والبايل مش عارف يمشي ده بيحصل مكليجر فالروسس انا عايز افكركم بحالة مهمة جدا جدا هو ليبر بعمل اي اساسا ايه الوزيط بتاع حد يارى الفضائي حد يارى الفضائي فضائها ممتاز والليبر مسؤول عن انه يعمل حاجة اسم لها دي توكسفكيشن البلطفلو من جي اي تي فيه مليون توكسف البلط اللي جاي من جي اي تي اصحى معاي فيه توكسنز كتير اوي زي ايه زي الامونيا دي جاي من اين الامونيا ليه؟ بروتين دولشن من البروتين دولشن من الافكت من البكتيريا على البروتين التالي الامونيا بات من ايه؟ ايه السؤال طب وده مفيد ولا مفيد؟ لا مفيد ده بيساعة فاض من البلطفل لكنه بيطلع توكسك مرتدي باسمها الامونيا والامونيا دي لابات من جي اي تي وعدت تعملي فيه انكتروكس عشان كده الليفر بيشيل الامونيا يعمل لها دي توكسفكيشن صح كمان الليفر مسؤول ان اي دراج او اي هرمون داخل الليفر هو اللي بيعمله بيكسفكيشن يعني الليفر بيشيل 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 هو اللي بيكسر هو اللي بيكسر وبيشيل باكترية غريبة و منطق ان الليفر يعمل Us اي مش ها 6 سنة اي كلام كمان. يا جماعة اقولولي ان البلوطة هين منين؟ من الشيء اعطيه داي من الانتستن ومنين كمان. ومن الكور. داي منين؟ من الانتستن ومن الكور. وكل دول مالينيه بكتيريا يا جماعة. انجوش واليزيز بكتيريا بتاسكيف وتخش فيه البلوط. لكن الليفر ديجلح ازاي؟ ايوة لانو عنده خلاص هنكفر سيرز بتعمل فاكوسيدوزس للبكتيريا وتبنع ووصلها الى ده ريس اوكسجي عيدي. ده ريس ريس بلوطة. كويس؟ هل هذا الخلام واضح؟ دعالوا الروح للنقطة رقم اتنين. وهي هو الليفر بيتخلص من ايه؟ بحاجة اسمها إكسيكريشن. الوظيفة البانية للليور. إكسيكريشن. وهنا الحين اللي بتوسع الباب. حل دين ده. بحاجة اسمها. بحاجة اسمها. حل دين موالا برسع برخم نفسي. حل دين موالا برسع برخم نفسي. بطلاء ضالب. هربطلين بيلة. بطلاء تتلصر وتستامل. الليبر بيسكريت inan the bile.... بيسكريت باللوروبين بيسكريت باللوروبين بيسكريت بالصول بيسكريت فليستيرول وكابر إذا هي معادي اتيا مشكلة لازم تعرفوا ان البايل ده يا جماعة ديخلصني من المواد بسامة جيدة هو البلوروبين تكسيك وانت تكسيك هو بقرايحة الليبر يا جماعتم بقرايحة الليبر اسمه in diet أو unconjunctive باللوروبين ودا خط صورة ولو اخر صورة وانا عادي ان تكون ان اي مدير جالي. ممكن تدخل البرين وتعمل تكسيستي للبرين. لازم يكون عاديه كامل. لو نعسل معي البطارية فهو حكي لها تانية قصة. ضعيف وشاكي لها تانية قصة. ضعيف وشاكي لها تانية قصة. كليل. يبقى يا جماعة البيلروبين توكسك. الليبر هو اللي خاده وحاوله وبيتحاس ما هيقيم دائريكت الى دائريكت. وجيرميه في البايل نوت توكسك. اللي احنا عارفين الكلام ده مفروض كلنا. الحاجة التانية البايل صوت. البايل صوت هي مش نازلة عشان هي توكسك. هي نازلة عشان تبطي تعمل جي اي تي. دايجيشن للفات. مش عارفين البايل صوت اهل ما حاجة بتخلي الفات دروبليتس بدل ما هي تديرها تبقى صغير. ان فاينالي دي كابر. هو احنا قتلنا دي كابر كتير ولا قليل. احنا بناكل ميت ضعف احتياجاتنا من الكابر. ايه? هتسبع رقب. نيت ضعف. زياجاتنا من الكابر. يعني يجوالي يو يت 100 المحتاجين واحد. ده بالنسبة للقابر. ودي مشكلة. لان احنا لو متصلصمش من هذا الكابر, it is very toxic. توكسك بشكل فضيع. الكابر more toxic than iron. هتبعرفين هرب بسمه مهين وصدروس. طب يرأ لكل كابر very toxic densa liver. لازم بزانزة يا الكابر. لقايا. لازم منذل فين؟ في البايل. فاينالي كوليستيرول. إكسترا كوليستيرول إن شاء بلوك وكولستيرول زيالي يعمل ايه? يعمل أسيروس كاللوزيس يعمل زانسوناتوزيس يباوز الريتنا يباوز الكيدني وبالتاني نتخلص من كل دوز فهو الليفر بينتج ايه ويحطه في البلاد مش كويه انت يقوله بقى لي سهلا خدنا في شفتة النيوتريشان انه بيكتبات فيترين دي ايه تاني؟ ممكن يطلع على الاخ البيتن بس الكيدلي برده اتطلعه يالي بينتج قلب منه ده ايه ايه لازميك القلب هو بينتج قول البلازما بروتينز يا جماعة او معظمها زي الالبومن زي الكونجيشان فاكتورز مش كده ولا ايه تطلع على البروترومبين جروب مش كده ولا ايه عشان يمنع البليني والالبوم عشان يمنع الإدليم عشان توحفينه كده يالله تصنيع خياني عشان غير الموكوة قوله صدق ايه يعني بيعمل استوليش اف غلوكوز غلوكوز في صورة غلوكوز صح الليفر بينتج الالبومن وبينتج الوأجليشان فاكتور بيأكتفيت غلوكوز وبيستور الجلوكوز ازا فورنوف جلوكوز وبيطلع حاجة اسمها انسولان جروس فاكتور وان زي ما انتقولت بالظبط these are the liver function انت ليه بيضايع بقتين واشتقول ليه لها liver function لعني لو انت حفظت دول هتعرف شاكتور اللي بتقولش كله بقسات اللي في قيدك زي الموال يعني لو انت سألتك دلوقتي حينا من اللي سلايد دي كده تعرف تقولي ان انت انكفالوبس تتجه نمشي عليهم واحدة واحدة مجرب ياضة انكفالوبس لان الأموني هطروح ممكن تعمل انكفالوبس انتو اللي قولتو مش عارق ممكن البكتيريا تعمل fever والدراج تعمل toxicity طب والبليرومن جوندس منتاز ايجة ممكن. الالبوم لما يقل لي اسم ايه ما؟ اسمع من نجوه ادينا هل يجيلي راكتز؟ لا ليه؟ this is something acute ما ينحش يعمل راكتز صح ما يبو ايه؟ ما يبو ايه؟ ما يبو ايش فلية تستو عارف لان فلية تستو عارف بي حاجة عايزة وانا بكلمكو في acute لان ارسل فلية تخلي بالك في الاطفال والبطلة ممكن تتعزل مئة سنة عشان تقلف حاجة ذاكرة. لكن سلايد دي الواحدة هتقول لك قلف مين يعرف يقولي ماليفستيشنة في قرار كيف راكتز فلية؟ اضف الى دول انه هايبان عنيه بقى علامات تراجه من الاستروجين في الجسم اصلاعنا في البطنة بالمر إيريزيمة نتيجة التوكسنز اللي هتتراجم وتعمل فاصل ديلاتيشن تعمل بالمر إيريزيمة وتعمل إيريزيمة وتعمل سبايدر نيفال وما يهمينيه عشان يهمين تفعب زي ما يقلف طب طيب طب مين يقولي يا جماعة مع الكرونيس في غيفصال لي ايه؟ قاسم اعملكم كلكم نون ولا نيوتريشن الريكتز؟ طب غيفصال لي ايه؟ نون نيوتريشن الريكتز طب غيفصال لي ايه؟ قولي يجيعشن انت فاهم من الليبر بيرموف توكسنز بيسيكريت فايل بيقدر المنافج بيوفدت كاسوتوك السلايب دي او مش عايشة فو قلبة؟ حياتة متاني سي لازم السلايب دي تعيش فو قلبة قبل ما تصورها كنت حابدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طب اقول لك علي اكتر من كده اميات. هو بيجي ليه? عشان صعب. وصعب جدا هو التكفز. وعايز تركيز مطلع. ده يعني حجم الاتنين. لو ما بيفيش خالص بايل بيبسط. ده اسمه كوليستيزيس. لو كمية البايل القلت برضو اسمه ايه? يبقى الكوليستيزيس فاليا روزة نورمال ام مارت. لازم الكمية اللي توصلت تبقى كاملة. توريش تديدينا. لو مش كل الكمية وصلت اسمه كوليستيزيس. وده معناها حاجة من اثنين. يعني ما فيش ولا مقطة وصلت. يعني ما فيش ولا مقطة وصلت. يا في شوية بايلين وصلت. طيب. زي اي صرف سخيه هنمشي زي قصة الصرف السخي بالزبط اللي عملك في الشقة داعت حضرتك. ممكن تكون المشكلة في الحوط. جوا في شقيتك وفي الموثير اللي جوا شقة. اللي هي الخلية اللي انت عايش بينا. ممكن تكون المشكلة في المواسير اللي في العمارة. وممكن تكون المشكلة برا العمارة خلص. في المصورة الكبيرة بتاعت العمارة الرئيسية. اللي خارجة من العمارة ورايحة على الصرف الصرف. نفس الصرف هنا بالمل. ممكن تكون المشكلة inside the cell. في خلايا نفسها. في الوحدات نفسها. في الشقة نفسها مش بتعرف تصرف بايلة. وممكن تكون المشكلة في الأنابيل الصغيرة اللي جوا العمارة. اللي اسمها انت راهباتك. لو تصورنا اللي ليفر دا عمارة يعني. انت راهباتك بايلة. ممكن تكون المشكلة في الأنبوبة الكبيرة اللي برا. يبقى احنا أسرنا كان مشكلة. يا cellular. يا انت راهباتك. يا ابست راهباتك. تعالوا نشوف ايه المشاكل. لاتخلي الخلايا متقدرش. نتكلم على الخلايا. وبعدين نتكلم على الأنابيبي اللي بوا. وبعدين الأنبوبة اللي برا. يلا بيه الخلايا. تعالوا نزول الشقة او لما ايه مشكلة. قالت اي حاجة تعمل مدهيني. I can't secrete. تقوم تسألوا ليه؟ لأن secrete. دا عملية محتاجة very healthy cell. ليه؟ لأنها عملية محتاج كلمية ATP عية جدا جدا. فلو الخلايا مش healthy ما تقعاش بsecrete. ما يعني اي عية هيحصل هنا. هيخلل خلايا دي مش بتعمل good secretion. عية زي ايه يعني يا دكتور. زي infermation. دي الصورة دي ايه اصلا. قد يعرف اي حاجة في البصولوجي فيقول لي ايه الصورة دي. في خلايا ليبرم هنا. ودي خلايا كبيرة اوي كده معرفش ايه دي. ودي خلايا واحدة. بواها واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين ستة سبعة امانية تسع عشر اتناشر اتناشر نيوكليوس. خلايا بواها اتناشر نيوكليوس. اسمها giant cell. حتى تعرف انت تظهر giant cells؟ او infection. احنا لقينا اطفال بيكون مولودين neonate. لسه مولودين. الليفر بتاعهم كبير. ناخد عزيزة في giant cells. ونعرف ان الولد ده الانترالترانكي لعنى inflammation في الليفر. سموها giant cell hepatitis او سموها idiوباسي كنيونيتر hepatitis. الى الان احنا مش عارفين سبب الارغانيزمس اللي بتبسل بها تعمل كده. بدليل ان احنا بطلعنا ناخد ليبر ايه بيوبس ومش اتناشر لا بالايه. للبيوبس لما لقينا ان فيه inflammatory cells جوه الليفر. الانفليميشن بيطلع cytokines. الصيكوكينز اتعطى للخلية عشاء الليفر. اسمها idiوباسيك نيونيتر hepatitis. طب الولد ده عنده الهيباطايتس وهو ابو الرحم. فبينزل وزنه قليل ودي كلمة مهمة. ان الولد ده وزنه اسمع ليبقى انتر ويت. مش 3 كيلو. ممكن يكون 20 كيلو. ايه داني اتعبت يا خلية. قالت لحب لو فيه infection. طب هو في بيبيت ولد. عنده infection ده هو liver. وفيه حاجات بتروح لل liver intratrine. الروبيلا والسيط المجالوباريغاس والدوكسوبلازنة. ليس مونطورش. صح؟ ودول لما بيروحوا للبيبين intratrine بيروحوا لمن؟ لل liver والسبلين والبرين والريتنا. معروف الاماكن اللي بيروحولها. وبالتالي يحصل حاجة اسمها inflammation infection. اشهر امثلة دوكسوبلازنة والروبيلا في السيط المجالوباريغاس. ممكن بعجل ولادة مباشرة ان البيبي هو نازل في البيرس كنال. يوقب infection. يعني مثلا فور اكزامبل يجيله من البجاينة اي حاجة هتضايق خلية الليبر سواء infection او inflammation it will not secrete بارا. خلية وصفتها اساسا الميتابوليزم. فالو عندها غلطة في الميتابوليزم. مين عارف الكلابتوز مين بيحوله الى بلوكوز؟ الليبر. بيحول الكلابتوز الى بلوكوز. عن طريق انزيم اسمه؟ ردوا عليا ببلوكو ما تجيبوليش انزيم. جالاكتوز وان توسفيت يوريدايل ترانسفيريز. ما نشقولنا كلام ده؟ مش ده نيوتريشن؟ شارتر ملجم. فاكريني؟ جالاكتوزينيال. طب افرد لو عندي نقص في الجالاكتوز يوريدايل ترانسفيريز. فلان الجالاكتوز ايه؟ يزيد في الليبر. مين عارف الجالاكتوز لو زادت هنا يعمل ايه؟ يشد ايه؟ انا شرحت. يشد ايه؟ سكر في مكان بيشد ايه؟ مية. ويعمل ايه في الخلايا؟ هيدروبيك ديجينيريشن. متعرفش تسيكريت. توسطولي يا دكتور ان اي أكيوميليشن وفويس ديبرودكت دو الخلايا هيخليها مش عارفها تشتغل وتفيل تسيكريت. ده مثل تاني عدم قدرة تحويل التايروزين الى ميلانين يسمى مرض في الطب اسمه تايروزينيميا. برضو تخليها مش تشتغل. لكن في مرض اسمه الفا وان انتتريبسين ديفيشنس. حد يعرف يعني انتتريبسين؟ انتتريبسين. مضاد للتريبسين. طب مين هو التريبسين؟ للترجسنة في القسمة. للترجسنة في القسمة. غير موافع. بيرسن وكريبسين؟ بيرسن وكريبسين دول تحت عنوان ايه في الطب؟ بانكريات الانجس. بانكريات الانجس. غير موافع. لاب كريات الانجس بروتيو لكيس. هتو خدت الكلام ضمط ولا ايه؟ يا جماعة دي اسمها انزيمات بتكسر البروتين بنلاقيها جوه الخلية بنلاقيها في البنكرياز بنلاقيها في الانتستن لكنها في الاخر اسمها ايه بروتيوليتك انزيمز يعني انزيمز تكسر مين البروتين انزيمز تكسر مين البروتين كل خلية جواها بروتيوليتكس عسنا انتم بجروا في الانتستن كل خلية جواها ليزوزوم والليزوزوم بوات جميل بروتيوليتك انزيمز اسمع اسمع بتكسر البروتين اشهر هل? ترى بسانة. اه من في سنة رف شقيتنا بسكت زبالة شيك او زي البسكت ده. والبسكت لشيك جيل عمرا تشوفت بسكت زبالة تخط في الزبالة تختفي. ايه رأيك في البسكت تتوحك? بسكت الزبالة تختفي الزبالة الوحدة. تيجي تفتح تلاقي البسكت باضي. الخلاب وها الات البسكت دي. بسكت او حلو بسكت. بسكت. ايه حد عارف ايه? اللايزوزوم. احلق بسكت زبالة ربنا لما يخلق بقى الحاجة بشيك اوها بسكت تحط جوان بروتين عايز تتخلص منه يختفي. حتى الزبال عايز تتخلص منها تختفي. اسمه اللايزوزوم بياكل اي زبالة تتحط جوان. بس احيانا البسكت ده يتفتح. ويخرج منه البوروثيوليتك انزام في الجوان. ومتحرق الخلية نفسها. خطير البسكت ده محرق. يقول ربنا يعمل جنبيحة راسة يحط جنبيحة اسمها انتي تريبسن وقت هنا. اول ما التريبسن يطلع كده الانتي تريبسن يقوله لا تعمل لك التريبسن. وكأن الخلية عنده البسكت الخطير ده وعندها الحماية منه. عندها الحماية اسمها الفا وانت تريبسن. هو مضاد للتريبسن. عشان لو التريبسن خرج من اين؟ من اللايزوزومن. قلوني بقى لو انا ما عمديش ده يحصل ايه؟ اه؟ التريبسن يخرج. بالزاك في الليبر واللان؟ بالزاك في الليبر واللان؟ ويعمل دامج. في الليبر يعمل دامج بوليستيزيس. طب وفي اللان بيجيعمل حاجة اسمها ايه الفيزيين. يقطع الالفيولاي. يقطع مين؟ الفيولاي. استمتعنا بقصة البسكت. بسكت رائع اسمه اللايزوزوم. هو بروتيوليتك انزام. مايسخش مايكونش عابين كده. اشهرهم مين؟ تريبسن. ربنا اللي يحمينا بايه؟ بايه؟ بالفا وان انت تريبسن. لا وانت تريبس مينز كاسم. اه تكون ادا في الخلية. الخلية احيانا بتاخد البيل أسيتز وتحاول تصنع يعني بتاخد البيل أسيتز ازا بريكيرسر وتحولهم الى بايل أسيتز. لو عندها انترابشن في تصنيع البيل أسيتز تعدد بريكيرسر في الخلية وتعملها ايه؟ انترابشن. تفضلوا بقى اقولوني تلات حاجات بتأثر على الخلية. انترابشن ، نحفوظ معاً التعالي تلاتها آي. انترابشن ، نيو 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 تلاتا في الآن. انترابشن ، قد توقسو بلاسين ،ちゃんو مغارف فيروس سيرفسوس. ولا سيرفسن. إني اول انترابشن. مثيل انترابشن في كاربوهيدریت مرد اسمه ايه؟ جلنتوزينيا. في الامينواصد مرد اسمه ايه؟ تيروزينيا مرض اسمه أو عدد قدرة تصميع البيولاسيس تخلي الخلية unable to تسكرين طب الخلية بتسكرين يعني الخلية دي ما فيها مشكلة تكون المشكلة في الأناميل الصغير يبقى نلعب نلعب معي مش شايفين ايه الفرق بين الاتنين دون ممتاز والد يا دكتور ان عدد الأناميل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الأناميل خضر هنا كم أنبوبة واحد اتنين هنا مفيش هنا فيه هنا مفيش هنا مفيش ايه ده الأناميل قليلة شوية على الشقر الصرف يبقى كويش على الشقر واحد يسمى هابوسيتي أو زا امترا هابوسيتي يعني ايه بوستي يعني قليلة بوسوك روحي مش كده يبقى كبير وأناميل ويبقى كبير ويبقى كبير ويبقى كبير ويبقى كبير ايه الانبيب ايه لو قليلة خلي باقى كبير دول هيا عرفوا يصرفوا الي جنب الأنجوبة بردو سرطه ويجي ازاي يعني؟ ما هو لو بيروحها وطول تبقى السماعة بيروح ويجي تبقى بقريفة يبقى هنا يا جماعة الاياريك دي وليلا يسانى هزا المرض بوسكي اولزا انتراريباتيك بقال لك في القريبة بقى بعضه الأصوات دي يا جماعة طبعا الأصوات اللي بانتها بلسكيس البايل ببينزلش؟ هو البايل كده بنزل؟ يا دكتور بينزل بس قليل مين فكر الديفنيشن؟ يعني بينزلش خالص؟ يا قليل في المرض ده هيبقى البايلين بنزل قليل لان عدد الأنابيب بقى قليل جدا اسمها بوسكي اوزا انتراريباتيك بايل درط يعني الأنابيب قليل درط لكن ممكن كمان تكون الأنابيب قليلة والولد عنده مشاكل في الكورنيا وفي الهارت في الفيرتبري يعني ده بتروش؟ يعني لقت الباكس دي بالهارت بالليفر بالفيرتبري الهارت في الفيرتبري خلق ده اسمه في الطريق سندروم أحيانا يبقى فيه على هالغر مايب ممكن؟ هتتحمله من غير مايب؟ سمعين ورا؟ عالي صوت شوية لان انا حسن الصوت بيروحيه أحيانا يبقى فيه عنده إنسان عنده مشكلة في الفيرتبري انه الفيرتبري بتاعته سمول يبقى صاير شوية وفي الكورنيا طب ايه علاقة دول ببعض؟ يا ابني كل دي مشاكل في الكولاجن لو تربط الدنيا ببعضها المارفان سندروم طويل وعنده مشكلة في الهارت عنده مشكلة في البون فييطلع طويل عنده قرش البلد مشاكل الكولاجن مايبتاخدش حاجه واحده في الجسد تاخد انابيل اللوفر وتاخد الكورنيا وتاخد الفيرتبري وتعمل سندروم ضرق كذا حتة في الجسد اسمه علاجيل سندروم اسمه ايه؟ أولاجيل سندروم يبقى عندي تبقى عندي ويبقى عندي كمان مشاكل في الهارت ده يسمى في الطب الاجير صندروم بعض الاطفال يكون مولودين بالبال داكس بتاعت العمارة اللي جوه العمارة كويسة فتأة كده يبقى يحصل فيها انفليميشن والانفليميشن ده هي لويس فايبروز وهكذا الانبوبة دي تقفل النهاردة ودي بكرة واللي بعدها لغاية مججول الانبوبة تقفل خالص وده في الطب بيتسمى فاميليا لانه لقوا المشكلة بتيجي في أسر كاملة على بعضها كوليستيزيس إنت رايباتك ولا إكسترا احنا جوه إنت رايباتك كوليستيزيس بعض الاطفال ده اكتشفوا ان في أسر بيحصل لها الكلام ده والفايبروزيس يحصل ثم الدكت تفتح تاني يعني الانفليميشن ما بيلغيش الدكت يقفلها شوية وتفتح تاني يقفلوا يجيلي كوليستيزيس وبعدين اتحس يقفلوا يجيلي كوليستيزيس وبعدين اتحس وهكذا يقفلوا يجيلي كوليستيزيس هذا يجيلي كوليستيزيس فوق خالص اللي هو الاليوباسك وده تاني واحد وراه على طول اول واحد كتبلك عليه عرامة واحد وكتبلك على بص بص بل يجيلي اكريزيا كتبلك عليها رقم اثنين طيب في مشكلة تانية انت قلتلنا ممكن مشكلتين ممكن تبقى وممكن يبقى فيها طب وايه يعني ما هيتبقى واسعة ما هيتمشي البيوت كويس حد عارف ماشي ولا لا يمشي ولا ما يمشي تعمل استجنيشن ليه هتعمل استون البايل يا جماعة في ناس فاهمة البايل ده ولو تسد في مكانه بيترسد وتحول لحاجة زي المط يعني ما بقاش في لوض يبقى زي استرصام فالحيطة دي ضيليتل فيحصل فيها وبعدين البايل يتحول الى حاجة عاملة مش هتبقى سيست بعد كده تبقى عاملة زي الحجر وتقفل لطريق البايل عشان كده بنضطر ان شيلها وانا جبتلكم صونة حقيقية كورة حجر مش طرية كده لا دي نشفة بالبايل اللي موجود بواها اسمها حاج باقي يقولي الاسباب اللي انا قلتها كلها يلا تلاتة فخالية الوباسك نيوليتر هماتيتس وانفكشن لكسوبلازما روبيلا سيتوميجالو فيروس باكتيريا في السيبسز او انبور مئرور في ميتابوليزم زي الكاربوهايدريت مين يقول جالاكوزيميا طب مين يقول الاماينو اسد نقصة في الانزايم اسمه ممكن تكون الانابيب قليلة اسمها ايه باكتير طب لو معاها سندروم طب لو معانا نوع ايه انترا هيبقت والنوع التاني فاين ايه بره الخلاق ممكن مشكلة من اتنين اما يكون في ايه كده احنا خلصنا الاسباب انا عارف ان الدنيا صعبة جدا ده اصعب درس في البيتولوجي لكنه زي ما قلت اهم درس على الاطلاق اللي عايز اروح له دلوقتي لما يحصل ادخل اين كان بيتم على فاكرة دي تألف اللي فاكر البايل بينزل فيه ايه مين يقول البايل بينزل فيه ميلروبل فايلسو كابر كولستيرول ده انتوا لسه مصوريني سلايب بينزل ايه كولستيرول في الاطفال لسه مولود عمر الكولستيرول ما هيضره يبقى سابها على جنب دي يصطل عندي تلك حاجات فيه ومشاكل البلروبل والبايلسول والكابر ياما مين يقول لي لو التلاكة دول ما نزلوش اللستول ينزل شاكله ايه بلروبل مش موجود في اللستول اللي يبقى اللستول لونه ليه طب والبايلسولت لو ما نزبتش يعني هو مش دي اللي بتهضم من دهون يجيلي حاجة اسمها يعني استياتورية سوريا يا جماعة هو لستول انتو قلت لونه ايه ليه فاتح بيش وجهني الولد ده بيعمل اسهال سامنة فيه السامنة؟ الوقت ده بيعمل سامنة تفتح البامبرس لاي البامبرس مليان سامنة بلدي بيش غامت مدهنين على الاخر انا مش بيهزر الولد ده بيديفكيت سامنة تمام كده؟ طب وهو ده يعني المشكلة؟ يعني الولد ده لما يديفكيت سامنة فيه حاجة يعني؟ ده اهم حاجة بتزوج الواس الفات والفات ده اهم حاجة هو فالولد ده كمان هيجيله نقص في فيتامين A و D وال E وال K واضح ولا مش واضح؟ تبقى انا يا جماعة محتاج اعرف دلوقتي ان انا كل حكاية هبص على الجي ايتي حصلها ايه وبص على الجسم هيحصله ايه وخلاص الليبر محتوم جواه الباير طب الباير كم يروح الالكتستم يعمل ايه؟ يعمل نورمال كالر ويعمل يبقى خلاص تلاقي كالرد ستول ومعاها فاتي ديارية او استياتورية فاصبح الستول زيب بقولكو سامنة ومعاها ومعاها ايه وعتنسة انه فقدان الدقون بيعمل حاجة اسمها فالير يعني الطفل الان يلا نرجع البلروبن والبايل صوت الى الجسم هو البلروبن لو رجع للجسم يعمل ايه؟ جزمي؟ جوندس بس انهي جوندس انا بكلمك على بايل اللي هو ايه؟ اخضر ولا اصفر؟ اخضر اللي هو وده بيخلي الجسم جرين الشوية وكلكم عارفين احنا عندنا نوعين من البلروبن اللي جاي من البلط يتغلف في الليفر ويبقى دايركت او ما يسمى ووتر سوليبل اه هو الليفر بياخد البلروبن ايه؟ يكونجيوجيت يحوله الى ايه؟ ووتر سوليبل ينزل فين؟ في البال طب لو رجع الدمك ينزل من ايه؟ ما هو ووتر ايه؟ ينزل من ايه؟ من اليورن هتلاقي اليورن بيقلونه ايه؟ دارك اذا البلروبن اللي هيرجع دا؟ يقدر ينزل فين؟ ينزل فين؟ ينزل فين؟ ايه؟ صلت السؤال التاني طب والبلروبن اللي رجع ونزل فين؟ عملي جرينيش يلو ونزل فين؟ دارك يورن؟ يضر مخلي ولا ما يضرش؟ يا رب بتقولي حاجة بتعود تقول متأخر ولا ايه؟ ما تسحوا شوية ها؟ يأثر على البلين ولا ما يأثرش؟ لا ليه؟ يعني water soluble it is not a toxic وما المين اللي توكسك؟ لكن احنا النهاردة بنتكلم على مين ليه على غير التبلروبن؟ الحاجة التانية البايل صوت هي البايل صوت نزلت يا جماعة؟ ما نزلتش بدليل ان حصل ايه؟ طب هي البايل صوت لو رجع الجسم بتعمل ايه؟ بتعمل بروريتس بتعمل بروريتس هارش لانها اريكنت وتعمل برايديكارديا تعمل ايه؟ قال لي الهارت ريت question ليه بتعمل برايديكارديا؟ ان شاء الله خير باذن الله واضح ان احنا وحجين كل حاجة وحجين حلقات وحجين ايه حاجة من ايه حاجة ليه بتعمل برايديكارديا؟ بتروح السينواتريال نوت بتمنع دخول الكالسيوم متخلية طب انتو عارفين ان اهم حاجة عشان يحصل وإشارة الكالسيوم ايه؟ يبقى بتمنع الكالسيوم ايه؟ فين؟ في السينواتريال نوت فين؟ في السينواتريال نوت اجين البايل سولت هترجع تعملي برو رايتس وتعملي براديكارديا بحرفين بين تفتكروا الليفر يصغر ولا يكبر؟ الليفر حضرتك مصورة الصرف الصحة بتاعته مقفولة يصغر ولا يكبر؟ يكبر بس ولا يكبر ويحصله دامج؟ ليه يدامج؟ البايل سولت اريتانت؟ طب والخبر بقى ان الكبر الكبر يا جماعة هو اللي اريتانت مش البايل سولت عشان كده الليفر ده يحصل له الليبات وليه ليه لي؟ and fibrosis very rapid fibrosis يا اندي ان سيروس عشان احسسكم اهمية وخطورة ان الكبر بيرجع الليفر لو قلتلكم السيروسس بيحصل في عشرين سنة في هباطايتس سي وفي خمس سنين في هباطايتس بي بيحصل في شهرين في الكوليستيرس يعني طفل عنده شهرين ممكن يجيله سيروسس واخره خالص ست شهور يكون عنده complete سيروسس يعني ما بين شهرين وست شهور قدي ايه الكبر very toxic to the liver بالشكل انه يوصل لسيروسس في شهرين اسرع سيروسس في التريف due to irritation by capital حالك يا عنده واضح؟ ده كان حاجز اروح لنقطة مهمة جدا على فكرة جيه سورة لبر حقيقي بسبب الكوليستيرس هبطايتشارين تلاتة بالمنظر ده؟ اه عشان كده ده اسرع حاجة تاكل الليبر بتاع الأطفال انا عايز اروح لحاجة اسمها الكلينيكال بكشور كلكو فاترين ان الكلينيكال بكشور بتقسم الى ثلاث حجات كلينيكال بكشور وزا ديزيز يلا اقولوا انا عالبتو هالكو وومبليكات احنا عقلنا بس هوال سوبر ايه الناس اللي جاعدوا تأخر احنا اخذنا في الاول البيزيفس اللي نقدر نقلب بيها الايجابة وفزا ديزيز انت كل اللي عليك تقولوا ان البيل ما بيقاش بينزل والبيلروبن ما بيقاش بينزل متألف بقى ايه اللي حصل في الاستول كله هي كلاما باستول استياتورية طب البيلروبن لو رجع يعمل ايه؟ جوندس البلروبن لو رجع يعمل ايه؟ جوندس وين في الفين؟ اليورين يعمل ايه؟ دراج يورين طب البايل لما يرجع البلط بيعمل ايه؟ بيعمل برو رايتس ويعمل ايه في الهارت؟ بيعمل ايه كاردين خلاص خلقنا تلينيكال بكشور وزا ديزيز الليبر نفسه اخباره ايه؟ يحصلوني بكشن يا جديد خلاص؟ بس انا لازم ابص على العيان ككل واطلع كوز ايه الكوز؟ ممكن ابص على العيان كده من بره؟ اقول ده الاجين صندرو؟ زي يعني بصير؟ بصير؟ مش هتبان قوي ديه طفل لسه مولود اسمع قلبه يكون فيه انوماليس في الهارت اين؟ ابص على الكورنيا صح؟ ابص على الكورنيا ألاقي فيها انوماليس كيراتو كونس اسمع قلبه ألاقي فيه مشكلة سو بيترو بكوز؟ لأ حد يساعدني مرض كيني اتجلات كوزينيا اتعرفوا تك؟ ما حدش بص في الكتار فالس كله بصيني هم اه؟ جالكتو زميا كترك 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 تبصوا في الكتار لا 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 اتعرفين الجالكتو زميا بيجي لهم كترك؟ اه؟ طب بلاش بحش بص فكتار فالس هليكو بصيني انا طب ايديوباسيك نيونيتا الهيباطايتس اكشف عليه ألاقي حاجة تشكتني ان هو ايديوباسيك نيونيتا الهيباطايتس وزنه قليل قوي 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 صح نعم ليبر كبير ممكن يحصل في اي سبب الكوليستيزيز لان الكوليستيزيز كلها فيها ليبر كبير المسفرة المسفرة طب هما كلهم مسفرين اه انتهاءت على بيبتروزة ايه؟ بيزيز وانا بمكلم في بيبتروزاكوز لسه مولود انا بقول ايديوباسيك وزنه قليل طب مين يقولي الدورش يبان عليهم اين؟ ولد مولود عنده تحصيب لازما روبيلا سعيكو مدالو فيروس الاقي عندهم كونجينيتا الانواليس فين؟ في القلب ممكن الاقي مايبرو ايه؟ كفلي وممكن الاقي كوريوريتونايتس كوريوريتونايتس؟ بمشكلة؟ اذا انا ممكن وانا بفحص الطفل كويس؟ اشتخص ان هو البوليستيزيس وقدر اكتشف الكوريوريتو انتو اللي قلتو، بص في الكتاب وتعالوا تشوف ماركت جيباته مجالي ويز ادكوات بروس ايه ده ده التورسات الاولين ده؟ اكتب ده الطفل الوحيد اللي هيبان كويس جدا ده الوحيد اللي مش عالي حاجة مبرا خالص الاكسترا هباتيك بيلياري اتريزي ده طفل يبان عليه لا شيء يعني ريون كنت تفحصه فتلاقي عليه اي اعراض يعني الولد ده عكس مين؟ عكس الكونجينتال انفكشن كوش اللي عندهم فلاتوس بيليوميجالي وعندهم انوماليس في الكورنيع وانوماليس في القلب نعم الاكسترا هباتيك بيلياري اتريزيا في البلده بدون اي اسبات الولد يجيلك ازاي؟ هجيلك بالمنظر اللي هو جميل بقين عليه الحاجات دي صح كده بس تقدر تقوليني انه هو اكسترا هباتي بيلي اتريزيا ولا لا معنى كده ان احنا لو عرفنا نكشك على الطفل وما لقيتش اي اعراض اشك ان هو اكسترا هباتيك بس ما اقدرش اشافك اللي اذا لقيت الطفل كومبليتلي هلسي اقول اه ده شكله يمشي اكسترا هباتيك لقيت وزنه قليل بس لان ده الولد الوحيلي اللي معلوش اعراض تاني دفن عليه انا بخشت عليه اول ما يجينه المرة هو انا لو ست اسبوعين ثلاثة هيفضل كده هايجوت مني انا بكانت اول مجالك بعد الولادة في الاسبوع اسبوعين الاولانيين طبعا كلهم في الاخر هيددهوين ده كفاية بس ان هما كلهم هينزيفوا ينزيفوا ليه ده كفاية بس ان كلهم يجينهم بريكتز لو اهملت فيهم شوية ليه؟ هييدهوينه كلهم انا باتكلم في الاول خاص طفل مولود من بطل ممط وزنه اثنين كيلو اشوفت ان يديه بس اثنين اتر برد طفل مولود من بطل ممط عنده مايكروكفالي كاتركت يباتو سبينين ميجالي اشوفك انه طوارش عنده كاتركت بس وبيكون بلز اشوفك انه هو جالابتوزيني وهكذا تفهميني مقرس بلود مايكروكفالي ويباتو سبينين ميجالي اشوفك انه اشوفك انه كاتركت اشوفك انه جالابتوزيني اشوفك روبيلو اشوفك كاتركت يبقى جالابتوزيني لوبرسويت زي ما اتنفعنا يا جماعة لوبرسويت وديقرارة تاني هنصو بالسطر لا لانه نتكرر اه الصوت بردو انا مش عايف اعلم تاني ابنورمال فيس ركز في الكتاب وكونجينيتال هارت وفرتبرا الانوماليز اللي هي اتخلي الولد قصية شوية هنشك فيه الاجيل سندرو هاشي بص في الكتاب كله يرجع لي هنا انا النهاردة مش بشرح بس انا بعلمتو زي نقلت كمان ممكن تفكروا في كله بصص هنا اه هو لما البايل يرجع هنا ويعمل فيبروزس يعني سيرروزس ده الواحده مصيبة هو سيرروزس معناها يبقى انتو قلتو سيرروزس وانتو قلتو سيرروزس طب وهو سيرروزس بيقى نحن يقول البلاد انهم يحصل بورتال ايه؟ اه لان البلاد مش عارف يعد من الليبر فيحصل بورتال هايبرتنشن طب واحد عنده مالك زرس ان الفات وسيرروزس في الليبر يجيلو جود جروس ولا فالير تسرائب انتو اللي قلتو الكمبيليكيشن اقرأ سيرروزس بورتال هايبرتنشن وطبعا البورتال هايبرتنشن بيعمل اسبلينو ميجالي ما فيه سيرروزس في الدنيا الا انه يتسبب في بورتال هايبرتنشن لانه معنى سيرروزس انه البلاد مش عارف يعد من الليبر وبالتالي يحصل بورتال هايبرتنشن ومعنى سيرروزس من الليبر مش هجالي يعني ما فيه سيرروزس واكيد كل ده يوصلني الى حاجة اسمها لازم نتعلم نزاكت كده وكثير في الكتاب بتلاقيه عاملها جوا الكتاب عشان نقدر نقدر نتعلم نقلف ده سؤال ريتين مهمة جدا كلينكل بيكتر اوف كولستيزن اللي اصعب حتة اللي جاية اللي هي الانبستيجيشن يعني الانبستيجيشن معقدة قوي يا جماعة ركزوا معاي انتعلمتنا ازاي اللي جاول انبستيجيشن اولا بروسا ديزيز ايه هو الديزيز كولستيز ما معنى كولستيزز ان البليروبن مش عايز ينزل قالك بسيطة جدا مش انتو عارفين ان البلروبين بيجي الليبر indirect يبقى ايه conjugated يتحول ليه direct زين to be secreted اه الليبر بياخد البلروبين يغلفو ويسيكريت يغلفو ويسيكريت فيه كلستازس so the direct البلروبين will stay in the liver cells حد يستنتك ده يعمل ايه في الرياكشن يمنعه طبعا طالما البلروبين الكونجيوجيت يزيل يقوم يمنع الرياكشن ده يقوم كمان indirect يزيل اصحو وبوس material هيرجعه back to the blood دقصة تقولي يا دكتور ان مع اي كلستازس بوس direct and indirect will go back to the circulation مفهومة دي ولا لا لاني لما عملت obstruction هنا زودت ده ومنعت الرياكشن ده وبالتالي يزيل direct while conjugated in the blood بقى عندي حاجة اسمها mixed hyper bilirubin in cholestasis احنا بنلاقي direct وال indirect للتنين عليين طب اقولكم معلومة لما خلية الليبرد بتتعب نتيجة تراكم البليروبن ده بتبطل كمان تعمل upt 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 لمين ال indirect وبالتالي كمان ال indirect بيزيل ولا لا بس المهم اننا لازم لقي indirect عالي يوش وليء ال direct يمثل اربعة في المية من التوتر كم اربعة في المية هنا هلاقي اكتر من عشرين في المية من التوتر تاني هلاقي اكتر من عشرين في المية ال direct عالي ايوه وال indirect عالي ايوه ولازم يلاقي direct يمثل عشرين في المية من التوتر ده يصبت الكوليستيزيس بس ما عرفتش ايه السبب كترى اكترا اباتك فيلياري اتريزيا ولا كوليدوكان سيستر قالك اتفضل حضرتك اتأكد الاول ان المشكلة كوليستيزيس بانك تتأكد ان خلية الليبر عيانة خلية الليبر لما تعيه وتموت تطلع انزائبس حد يعرفتك ال ALT والAST تطلع فيه تخلي بالك ان خلية الدكت هي كمان فيها مشكلة هي بتموت من يعرف خلية الدكت ليستها ايه طب تسمعها هي باتو ساينس لكن بيسمها ايه يبضعتي يبضعتي الخلية اسمها ال LINE الخلية اسمها ال LINE ال LINE ايو اسمها ايه بقى اسمها ايه الخلية دي انا اسمها ايه حد بيقول بيليوسايتس كولانجيوسايتس كولانجيوسايتس يا حبايب يا حلوين السؤال هي ابيكيليام ولا اندوفيليام اه ها مش دي لينينج لطليق اخرجه في الشارع اللي مش متخين دي اخرجه في الشارع يقوم ينزل الشارع يعني بجد دول سكتهم في الاخر الشارع يبقى تيدي بيثالي طب دول بواهم انظامس خاصة ها حد يعرف اسماء الانظامس اللي عايشة هنا القلين فوسفاتيز وجامع بلوتاميل ترانس بيبتايديز يحفظه القلين فوسفاتيز وجامع بلوتاميل ترانس بيبتايديز مش هكيدة اللي عنده هيبتايديز هيبا اسمع هيبا تايديز . ثم تلاقي عنده ال-T لكن اللي عنده colistasis تلاقي عنده alkaline phosphatase جمعجرطاملترنسفكتاز كل دول بيموت تلاقي ال-4 enzymes عليين ولا لا ازا لو بيته ال-4 enzymes عليين يستطر قلبي انه لا خلاص colistasis نقرأ ميس أضره الشطر اول حاجة نلاقي الـ بالروبين عالي بس الـ الـ 20% هنلاقي ال-Alt عالي وال-Alt عالي مين فيهم اكتر اسبيسيفك للليفر احنا حافظين طبعا ايه اللي تيه اللي فيه حرف L مور اسبيسيف فور دا L فور دا ليفر صحي طيب هو ليه مور اسبيسيفك يبتوع البيو كيمستري قالك الاسيتي بيطلع في مشاكل تانية كتير انتو شايفيني اشهرهم ايه هو الاسيتي ده مش موجود ده هو خلية فيه ايه خلية تانية بواها ايه سيتي الميجردين بحاجة اشهر بكتير مع اي هيموليسس يبقى موجود ده هو هتشال هيموليسس موجود ده هو الاربيسيز يا حبيب الاسيتي بيطلع مع اي هيموليسس دي معلومة جيلة اه انتو انا حاس ان احنا بديني السمك اه ايه اه ايه جاب قريبة اه بصوا هيا كده طب مفيش مية يبقى فيه مية حتى بصوا هيا كده اه اه ديزيز احنا خلصنا عرفنا نجيب يعني كوليستيز عن طريق انه دارك بالرقب عالي عال طريق انه العالي والاشيتي والاقلان ستى والألطاين نقيم والج certaines orientational제 الترانس ببطايدез علي خلصنا ده ق leverage ما ح aproximadamente قصوا في الكتاب قص هلا فاكرين الرسمة دي؟ فاكرينها؟ فاكرين لما أعلمتكم أبتكر القصص وأألف عليها مين يعمل 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 مرض الجالكتوزين إيس الجالكتوز في السيرم ليه بتنزل تشوفه في في اليورين يالي مذكر نيوتريشن تيروزين بيتحول لمدة اسمها ساكسينايل أسيتون إيس الساكسينايل أسيتون إيس الإيه؟ الالفا ون انتو عارفين الترش بنعمله إيه؟ فيه الحاجة اسمها ترش سكيني قالك بدل ما توقع تدور على الترش تدور على أنتبوتز اللي ضده الاسمها إيه؟ اي جي جي ولا اي جي ام؟ اي جي ام؟ اي جي ام؟ لو عنده اي جي جي ممكن يكون وقته من ممطق أنا عايز أتأكد أنه هو شايف الأورجانزم وكوم ضده الانتبودي اسمه اي جي ام كبير اللي ما بيعانجيش من اين؟ من الأم جلق توزين خليك معانا وغص في الكتاب هنقرأ مع بعض اتعلم تذاكر وتقلق جلق توزينيا هنقيس الساكسينايل أسيتون اللي هو التيروزين هنقيس الالفا والنانتكريبسي انتبعنا في الاليوباسيك ديك شخص إزاي؟ لأن مفيش أورجانزم أنا شايف حلاها الأخير بايوبسي إيه رأيكم البيوبسي أول ولا آخر؟ زي ما خدنا فيه؟ في النيفرولوج إن دايما البيوبسي تلآخر لما يغلب أمارك بايوبسي مش أول حاجة طيب لو شك إن عندك سيبسيز بتعمل إيه؟ لو عندي سيبسيز أو يورينا وقلبت بسيبسيز أعمل إيه؟ إيه الانفستيجيشن؟ انت باشي أنا بقول انفستيجيشن سي بي سي و سي ار بي و اس ار و بلاد كاتشو إذا يا دكتور الانفستيجيشن طب ثانية واحدة ما لسه في حارس كوليدوكالسيست سونات هايبين سيست تعارفين يا جماعة إن الليبر طبيعي يبان تحتيه سيست على فكرة ده الليبر بيبان تحتيه سيست الفكرة ايه نورمال سيست اللي موجودة في الليبر الجول بلادر فلو لقيت سيست و سيست تانية طبعا منها تبقى هي دي الكوليدوكالسيست إذا السونار مهم ولا لأ؟ لأنه ممكن يساعدني في إن أنا شوف الكوليدوكالسيست ثم أفكروا في حاجة خليك معايا وبطل بص في الكتاب هنبص كلنا من الطبيعي إن إحنا بنحقن سرغة في الليبر والسرغة دي لما بنحقلها في الليبر الليبر بيعمل لها في خمس دقايق لدرجة إن الليبر مرسومه إحنا بنحقلها الليبر يظهر وبعدين ينتي بيعمل ايه؟ ينزلها فين؟ آه في الانتستان اللي درجة إن الليبر بدأ في الآخر ينضف خالص متخيلة الليبر ما عادش باين قدر يتخلص من السبغة كلها الكلام ده within half an hour إحنا بناخد صورة خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق في نص ساعة المفروض الليبر يعمل ابتك وإكس سيكريشن لسه بغى دي طب قلولي إيه اللي حصل هنا خمس دقايق عشر دقايق خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ستين دي ما فيش حاجة حالص ظهرت في الانتستان ولا نقطة تشوكوا في مرض اسمه إيه؟ آه لأن الأمراض التانية اللي فيها كسل المفروض أشوف شوية فيه في الانتستان والليبر موجود فيه شوية لكن ولا نقطة نزلة الانتستان معناها أن البيل داكت اللي بره مفولة خلص السابقة دي يا جماعة اسمها هايدا هايدا سكاين هايدا خليكم معايا السابقة دي لو ما وصلتش خالص الانتستان يبقى أكيد الولد عنده اكسترا هيباتيك باليارين أكريف أقول لكم على حاجة انا بنقعد انا فاكر انا أقوى ناس الهيباتولوج عندنا أقوى حد في مصر الدكتور هنالى رأسي في الهيباتولوج في مصر كلها ومع ذلك ممكن يقعدوا يدوروا على سبب الكوليستيزيس ثلاث أسابيع أحسن انتم فاكرين الموضوع إيزي قوي أكشف علوات أشخص مفيش كده ثلاث أسابيع انفستيجيشن ومكلفة جدا عشان كده متقسمة من الرخيص للجالي من السريع جدا للبطيل أول حاجة عندك هتلاقيها انفستيجيشن تطلع نتيجيتها في نفس اليوم وفني معمل بس اللي هيبقى محتاجينه بص كده أول حاجة دور عالجالاكتوزينيا في البول فني معمل يرد عليك في نفس اللحظة يقولك البول في جالاكتوز ولا لا السطر التاني محتاجة فني معمل ورخيصة أربعين جنيه يريني رتراكت انفكشن ليكون فيه انفكشن في يريني رتراكت اعمل ثلاث حاجات دول ليه بقوا فرس تستيب فاري تشيل فاري ايزي فاري ايزي في الجالاكتوزينيا وقف الرضاعة انتو فاهميني عشان كده اتعملوا ستيب وان ثانية واحدة هو دكتور ستيب وان دي اجبالي لا يا ابني انت لو شايف ان الولاد ده ماشي من الاول خش خد بيبسي على طفك الكلام ده ليكو انتو اندر جبالي لكن انا دكتور شاطر وشايف ان الولاد ده شكل وشه وشكل عناه وقلبه والفرتبري يمشي على جيد مش هعمل كل دوقت لكن لو انا مش عارف همشي على الخطوات دي ستيب وان ادور على الحاجات الرخيصة ستيب تو ادور على الحاجة الاغلى شوية وهي التورش التورش بتكلف تماممائة جنيه اعمل حاجة اسمها اي جي ام يعني ادور على الانتيباطي الكبير اي جي ام ضد ايه توكسو ولا روبيلا ولا سايتوميجالو ولا هاربس لا انا بعمل حاجة اسمها توتال اي جي ام بتحليل واحد بس لو لقيت التوتال اي جي ام اللي هو نورمل بتاعه اسمع عشرين لقيت 800 ابتدي اقول اه انا عندي توش وقعد بقى مع الام ااخد هيستوري كويس كان في قطة في البيت ولا ما كانش في قطة طب انت سافرت برا ولا لا طب نقلت دم لانه ما ينفعش ادور على الطرش كلهم حبيبي ما ينفعش اطلب الطرش كلهم ده تكلفة رايبة انا بشوف حسب لكن الاول بعمل حاجة اسمها توتال اي جي ام وبعدين اعمل الاسبيسيفك اللي انا شاكك فيه في الخطوة رقم ثلاثة اغلى شوية على نصر البقى فروحنا لحاجة اسمها نور على الميتابوليزم ساكسينايل اسيتون بتاعت بتايلوزينيميا الالفا وان انتتريبسن ثم اطلب دكتور الكابت زي ما انتم شايفين في اخرى الصفحة واعمل سونار والسونار ده جايز يوريني سيست كبيرة تحت الليفر اسمها ايه؟ حوليوكال انت ليه رامل بايوبسي في الاخر؟ في الصفحة اللي جاية مبتوب بايوبسي مع انها المست ايه؟ ريلايابل انا اسف لانها فيري انفيزي وهي غلط مكانها ده غلط في حاجة اسمها راديو سكان صح؟ دي رقم خمسة وبعدين البركوتينيس ليبر بايوبسي بقى رقم ستة اه البركوتينيس ليبر بايوبسي بقى رقم ستة يعني يا دكتور هي بتقدم واحدة مكتوبة غلط هنا كمان اه ليه مأخرها للاخر؟ حد يقول لي ليه خطيرة على فكرة الليفر كبير جدا والان هاخده نقطة صغيرة ايه المشكلة يعني؟ عنده عنده ايوا الولد ده ما عندوش لو انا دخلت بسن السرنجة جوا باطن الولد عشان ااخد بايوبسي ممكن ينزف حد يقول لي هعمل ايه قبل البيوبسي دي كلمة مورو دي كلمة هتخلي الدكتور يريبس انت مش بتقول له هاخد ليبر بايوبسي خلي بالك يا دكتور بعلق له بلازمة ويدي له فيتامين كي بفور بايوبسي هيتهزف مكانه هيحس انك جميد قوي انك دكتور بجد وكأنك حضرت البيوبسي البيوبسي دي لازم قبلها نعلق بايه؟ بلازمة ونبدي فيتامين كي عشان نحسن البوروفايل في بليدي بيقولوا بتاع الباسولوجي ان ما في سبب لاسباب الكوليستيزيس قال ليه سبيشيال سلايب بيكتور انتو جرست الباسولوجي فبتاع الباسولوجي بيقولوا احنا نبص على الخلايا بتاع الليبر نعرف ايه؟ بيقولوا يعني مفيش حاجة توقف قدامنا خالص وفعلا بصراحة لما بنبعط له معينا من الليبر دايما بيرجع الرد كده جالاكتوزينيا بيعرفوا جالاكتوزينيا من اه يرجع الرد كده عندوهم صورة لكل حاجة البوم وهو بيطابق الصورة دي ويشوفها انه صورة فيه وبتخلي هي فعلا المستر لعده وحتصت الى 100% دياجنوزة بس بيتخليها برضو في الاخر وهنخلي الهايدا سكان قبلها ولا بعدها؟ قبلها اقرى الهايدا سكان اقرى الهايدا سكان اقرى الهايدا سكان اقرى الهايدا سكان اقرى الهايدا البركوتينيا استمر بيبسي انا مش عايز تفاصيل مكتوب تحتها في الهيباطايتس وفي الاتريزيا اشتب لان التفاصيل دي بتاع البسولوجي مش عاليك خالص وانا كنت اوبر اوي ما انا بكت بالساطرين دول اوبر جدا يعني بشت بالساطرين دول لو سمحت اوبر جدا اوبر جدا اوبر جدا هيجي بكرة ما تستناشى غاية بكرة اعمل الحاجات اللي هتعملها النقر انا جاي في الساعة 12 الدكتور كلمت الدكتور بتاع السونارة قال لي جاي بكرة من هنا البكرة على الاقل اعمل تورش واعمل اغلى شوية لكن هقدر اعملهم من غير دكتور ليه حاطيت السونارة كم اربعة لانه غالبا بياخد معاد ما بيعملوش في نفس اللحظة فميمتعش افضل انا قاعد لغاية هزا المعاد وانا قاعد مجمض عناية كده معلش انا عارف انه ده السخيط وصعب جدا بفكركم تاني ثلاث عنوين ثلاث عنوين ثلاث عنوين ثلاث عنوين دول لأول مرة نشوف ثلاث عنوين دول عشان كده عايزك تحفظهم جدا اول حاجة لما يجيلك عن كوليستيزيس انا مش هنسى ابدا طفل كوليستيزيس دخل قدامي عندي بعد نص ساعة احنا شخصنا كوليستيزيس والولد كان زي الفل وفجأة مات فجأة مات ومات بكونبالجن ودف وملحقناهوش ابدا لما قرسته وكان عنده منظر غريب جدا وطبعا بسط مرتب عملنا سي تي عشان نسبة ان احنا مش غلطانين في تفكيرنا والولد ده كان عنده يلا انا كاترة نزيف عن مخ ليه؟ عشان عنده وحش جدا جدا والولد ده كان نص راسه وكيس دمه مع انه كان جاي جادول حطه قدامنا على الكابل سحبنا اللابس الولد عيط مات من العياد مجرد العياد نزلت حتى الموت بس مع ساحب اللابس ملزم لكن حصل له ده نتيجة الهمل موضوع مش هزارة اذا اول حاجة تعملها لما يجي لكتفل كوليستيزيس بسرعة فيتامين كيه هنا بسرعة فيتامين دي كالسيام وفوسفرس اصله عنده كالسيام قليل وفوسفرس قليل وفيتامين دي قليل وفيتامين كي قليل يبقى الريبليسميك كان رقم واحد ولا لا الولد ده مش هيستناك هيجيله هايبو بليسيميا ويموت عنده اسهال يا حبيب مين فاكر في شابتر النيوترشن لما خدنا لبن يناسب الاطفال دي ايه اللي هو اه اللي هو في بلك ايه اذا كان اسمه بريضة كان في دهون تدوب في الماء حد يفكر اسم دهون تدوب في الماء مين انتو مين انتو مش خالص ايه استنى عليكم فيه ده السنة مختصرة انتو عارفين احنا مكملين لغاية تساعة كان؟ نسعة ونص حبيب مردن نزام الجديد انتو تعرفوش ولا ايه؟ انا بديكو خبر اصلا انتو عارفين انتا عدوك ساعة كان؟ عشرة اسكشن عشرة وعشرة حبيب ايه ايه لعم اه يا حبايبي ده النظام بتاع كل سنة مش حاجة كيه ومفروض تكونوا عارفين مين السنين اللي فاتت النظام ايه اه يعني انتو اه بزبط هو احنا عارفين بس بمستهل الجدول في ايه دك انت بس نزلك الجدول مروض الراوند بيخلص واحدة بس بمعظم الاحيان محدش بيحدش بيحدر التكتوري ع الساعة مناشر ده محد كمام؟ لكن بتاع الساعة عشرة معقول يعني اه ايه اللي لازم تخضروا اكباري ونسبة حضورك لازم تعدي رقم يعني نسبة حضورك لازم تعدي رقم اتهموا بقى وخلاص كلامي واضح اما اللابس كلفة انت لازم تحضر لان كل مرة بتحضر بتاخد تلات درجات كلامي واضح؟ تسمع بقى عند تسمع مش عارف ملكش دعوة انت بيك نسبة حضور ويعني اه ايه ده؟ محرحبوا انا هتسيبك ساعة تسا عارف مكتمشي انا بابدأ سبعة ونص شارك والناس ما انت خدي بالك النهاردة بابنشي الحد اصنو؟ اه بس النهاردة بس النهاردة الى كان انا كده كده سبعة ونص هده على فكرة الناس اللي جاي بعد سبعة ونص انتوا فاتكوا الفيديو اللي هو اهم حاجة في الليبشة كلها فاتكوا اهم حاجة في الليبشة كلها اه نخلص بس التريك وانتوا بعدين ناخد بريك انتوا اخلانتوا ليه مهم يا جماعة؟ تهمنا ليه مهم؟ طيب بنتي فيتامين كيب بنتي فيتامين ايب بنتي فيتامين ديب بنتي كالسيوم بنتي فوسفروس لكن اهم حاجة بنتي ميديا متشين ترايجلس رايتس ايه فايدتها ان الولد يبرو يكبر يا جماعة لان الولد ده جايلك فاليا بتسرعيب بعد ما عملت استابلازيشن اتي ادور على سبب الكوليستيزيس وعالجه انا هقول الحاجة وانت تقوله التريتمنت واحد عنده انفكشن رده عليا انتي بيرتس طب واحد عنده جالاكتوزيميا 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 لا اسمع منكم الاكتوز في ايه ملك اللي يجيبه فول مارك في النيتريشن اثنين ولا تلاها؟ اين اللي جابه فول مارك في النيتريشن؟ ايه طيج لازم نراجع الشابات البسرعة لعما لازم نراجع شاك وانتو بتذكروا دلوقتي لازم تبدير تراجعوا النيتريشن تراجعوا النيفرولوجي لعنى احنا هنكون سرعة في الفترة اللي جايبه اتحق وتحق وخدوا الموضوع ايزي ايزي موز نعم نرجع يا الله امه رجع بريك لي مدت ربع ساعة ترقوا لي تانيا جمع ربع ساعة مكسر لو هيفضكوا بز ربع ساعة تحتكت كل حصة نصة ايه ايه اعباد حصة ايه 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 اعباد حصة انا كنت ستة عشت لازم تربريك بروه شكرا 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 شكرا